تفضل بعد إيه سحرك يا مولينا عمليات التجميل دلوقتي بقت أمر واقع لا لا ما فيش حاجة اسمها أمر واقع وأمر غير واقع في حاجة اسمها معلش حلال وحرام احنا هنا في المسجد ما احناش فيه كليات الطب و احنا هنا بنشوف حكم الله في هذه المسألة أما لو اتفق الناس جميعا على الحرام احنا مش هنعمل للحرام لا يكون أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسات واطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساء فلا تظلموا يعني لا تظلموا أنفسكم لكن حكاية أن ضغط الواقع يضغط على لأن ما فيش واقع يضغط علينا ولا حاجة ولذلك يجب أن يكون لا يكون أحدكم إم معه إم معه يعني أنا معه أنا معه أنا معه فصارت كلمة إم معه يعني أنا ما ليش دعوة بالشريعة أنا ليه دعوة بشوف الناس ماشية فين وحيث ما هم ماشيين نمشي لا ده مبدأ مرفوض فيه ناس بتعتبر أن أنا لازم أبقى جميلة فلشان أبقى جميلة هروح أعمل عملية تجميل دي فيه ناس بتبالغ لدرجة أن ممكن توصل أنهم تستقصل ضلع بين جسمها علشان خاطر شكل معين للجسمية عايزاه كل هذا يبقى تغيير لخلق الله وهذا من أعمال الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله فخلق الله سبحانه وتعالى لما نتدخل في تغييره بلا حاجة ولا احتياج يبقى إذن إحنا بنرتكب الخطأ والحرام